فيلمنا بيبدأ مع لولي وهي بتحكي قصتها وبتقول أنها أخيرا حققت حلمها أنها تكون طبيبة وبتفتكر ذكرياتها ويا صغيرة لما كانوا المدرسين بيسألوا الأطفال عن أحلامهم وساعتها لولي بترد بكل ثقة وبتقول أنها عايزة تكون الطبيبة جراحة وده لأنها عايزة تساعد الناس وتخلي أهلها فخرين بيها وساعتها بتتري عليها واحدة من صحابها وبتقول لها أن والدها ميت أصلا ووالدتها بتطبخ أكل للفقرة لكن لولي ما بتهتمش لكلام أي حد حواليها على الرغم من الإحباط اللي بتحسه إلا أنها اجتهدت وحققت حلمها وبتبدأ القصة مع لولي وهي رايحة حفلة مع ديجو حبيبها وبيبقى ديجو بيحاول يتكلم معها في موضوع مهم لكن لولي بتكون محسوطة جدا وعايزة تحتفل بدخلها لكلية وبتفضل ترقص وتغني وبعدها بتطلب أكل ومش مهتمة بديجو اللي بيبقى مستنيها تركز معه عشان يتكلم ولما بيذهق منها بيقطعه وبيقول لها أنه عايز يسيب الكلية فبتدق لولي منه وبتقوله أنه من ساعة ما رجع من كندا وهو بيقوله أنه عايز يسيب الكلية وبتسأله لو عايز يرجع إيش مع والدته في كندا فبيقول لها أنه أصلا والدته عايزا يكامل في الكلية وساعتها بتقطع لولي تاني وبتبقى بتفكر هتاكل ايه وفجأة بيحس ديجو بألم في رجله بس لولي ما بتهتمش على الرغم من أنها هتبقى دكتورة وبتفضل تفكر هتاكل برضه فبيدق ديجو جدا وبيقولها أنه هيروح الحمام وبتيجي صاحبة لولي المقربة واللي اسمها ستيفاني واللي بتخلي لولي تبص على ديجو اللي بيكون واقف بيتكلم مع الدكتورة بتاعتهم في الجامعة اللي اسمها بولا فبتغير لولي جدا وبتطلب الأكل وبتفضل أعدا مستنيها وبيجي ديجو وبتسأله لولي وهي متعصبة لو هو فتح قلبه البولا ولا لسه فبيقولها ديجو أنها على الأقل بتقدر تسمعه فبتدقلولي جدا وبتفضل تكلم ديجو بشكل وقح وبتقوله نازقت من الدراما اللي هو فيها وأنه لو عايز يسيب الكلية يسيبها لأنه ما يستهلش يكون طبيب أصلا وبيتجرح ديجو من كلامها وبيتأثر فبتعتذر له ولولي عن وقحتها في الوقت اللي بتيجي في الدكتورة بولا واللي بتسألهم لو هم كويسين وبتبقى لولي متعصبة منها جدا وفجأة بيتنفس ديجو بصعوبة وبيسأل لولي لو في جنبري في الأكل فبتتوقع لولي أنه عنده حساسية من الجنبري وبيغم على ديجو وبينقلولي للمستشفى وفي عربية الإسعاف بتسألوا لولي لما قالهاش عن حساسيته من الجنبري فبيقولها ديجو أنه قالها ألف مرة فبدأ لولي من نفسها وبتحس قديه هي أنانية ومش مهتمة باللي حواليها وبتعتذر له وبتقوله أنه ممكن يحتفلوا بمرور سنة على علاقتهم في أي مكان فبيقولها ديجو أن كل حاجة بينهم انتهت وبينفصل عنها وبترجع لولي لبيت وهي حزينة وبتنم متأخر وبتصحيها والدتها على معادل كلية وبتكون متأخرة جدا وبتحضر لها والدتها الأكل وبتسأل إزاي ديجو انفصل عنها في عربية الإسعاف وبتقولها أن مفيش حد بينسى حاجة زي الحساسية فبتقولها لولي أن ديجو بيتكلم كتير وأنها مش هتقدر تركز في كل كلامه فبتدهق والدتها منها وبتقولها أنها مربطهاش تكون أسية بالشكل ده فبتقولها لولي أن دي الحقيقة وبتخرج بسرعة من البيت وبتكون متأخرة جدا وبتشوف جوليو صديقها من التفقول وهو بيزوق العربية بتاعته فبتعتزر له لولي لأنها متأخرة وبتجري ناحية الأوتوبيس واللي بتلحاها لآخر لحظة وبتبقى لولي متحمسة جدا لأول يوم في الكلية وفجأة بتدخل ستة عجوزة للأوتوبيس وبتفضل لولي تدع أن أي حد يقوم غيرها وبيقوم واحد من القعدين وبتفرح لولي جدا لأنها مش هتضطر بتكمل طريقها وهي واقف وبتوصل لولي لكلية وبتغير جزمتها وبتيجي استفاني صديقتها المقربة وبتقول لها لولي إن أكيد ديجو مش هيجي لأنه ساب الكلية وفجأة بتشوف استفاني ديجو وبولا وهم ماشيين مع بعض فبتقول لولي إنها ما تعتقدش أنه ساب الكلية خالص وبتشوفهم لولي وبتغير جدا وبتفضل ماشي وراهم وبتكون بولا هي الدكتورة المسؤولة عن تدريبهم وبيبقى ديجو مع لولي في نفس التدريب وبتحاول لولي تتجاهله طول الوقت وبيروحوا أول تدريب واللي فيه بيتفرجوا على العملية الجراحية وهناك بتفضل بولا تواجه كل كلامها لديجو وبيبقى بقين إنها معجبة بيه وبتبقى لولي مش بيستحملها اللي بيحصل وغيرانها جدا فبتحاول استفاني إنها تهديها وبعد كده بيدخلوا عيادة فيها أكتر من مريض وبتاخدهم بولا عند واحد من المرضى بتوعها عشان يعرفوا إزاي يتكلموا معاه فبتسيبهم لولي وبتروح لمريض تاني بيتقلم وبيقول لها المريض إنه حاسس بألم شديد في كليته فبتروح لولي تجيب مسكن على هيئة حقنا وبتشوفها بولا وبتسألها عن اللي بتعمله فبتقول لها لولي إن المريض بيتقلم وإنها تدي مسكن فبتسألها بولا لو هي شايفة نفسها بقى الدكتورة خلاص فبتتحرج لولي وما بتقدرش ترد فبتاخد بولا ملف المريض وبتسألها لو تعرف فهل هو عنده حساسية من مسكن القلم اللي معها ولا لا فبتردوا لولي وهي مكسوفة إنه لا فبتقول لهم بولا إن أهم حاجة إنهم يقروا ملف المريض كويس قبل ما يتخذوا أي إجراء معاه وبتعتذر لولي عن تحموسها الزايد عن اللزوم وبتفضل سكتة بقى التدريب وبتقول لهم بولا عن الأعراض اللي بيعاني منها المريض اللي بيتقلم وبيكون اسمه أسكر وبتقول الأعراض النتجة عن إدمان الكحول زي عدم التنسك الحرقي وخلل التوازن وبتسألهم بولا عن التشخص صحيح لحالته فبتجاوب لولي ودييجو في نفس الوقت وبيقولوا إنها سكتة دماغية بسبب مشكلة في المخيخ واللي بيكون مسؤول عن التوازن وبتبقى إجابتهم صح لكن لولي ما بتهتمش وبتفضل تتجهل دييجو وبعدها بيروحوا لغرفة الرنين المغنطيسي واللي هناك هيتأكدوا إذا كان فعلاً المريض عنده سكتة دماغية ولا لا وبيفضل لولي ودييجو مع بعض في قطة الرنين المغنطيسي وبتوزع بها المتدربين في أماكن تانية وبتفضل دييجو ولولي يرخموا على بعض ويتسابقوا على منها يتكلم مع المريض أوسكر الأول ومنها يطمنوا أكتر وبيسيبها دييجو وبيدخل لغرفة الشاشات وبتبص لولي الأوسكر وبتحس إنه شبه والدها وبتقوله إنه نعنيه ونظرته شبه والدها فبيبتسم لها أوسكر وبيتطبطب عليها وبتدخل لولي لغرفة الشاشات اللي هيتم فيها التصوير بالرنين المغنطيسي وبيكون المريض معه زر أمان في إيده واللي يقدر يضغط عليه في أي وقت يحس فيه بالألم وفاجأة الكهرباء بتقطع والشاشات بتتعطل وبيروح المسؤول عن التصوير ينادي على الـ IT عشان يصلح عطل الشاشة ويقولهم ما يلمسوش أي حاجة وبتقلق لولي جداً على المريض أوسكر وما بتهتمش بكلام المسؤول عن التصوير وبتدخل تطمن عليه وبيجري ديجو وراه وبيحاول يمنعها وأول ما بيلمسوا هما الاتنين المريض بتحصلهم صدمة بسبب الموجات المغناطيسية اللي في الجهاز وبيغم عليهم ومن بعد الحادثة دي بتتغير حياة لولي تماماً وبتفوق لولي وبتلاقي صاحبتها استيفاني جنبها وبتسألها لو أسكر كويس وبتعرف إن تشخيصها طالع صح وإن عنده سكتة دماغية وبعدها بتسألها لولي عن ديجو اللي بيكون بينهم سطارة فبتقول لها استيفاني إن بولا فضلت جنبه لحد ما فيها فبتسألها لولي لو تفتكر إنهم مرتبطين فبتقول لها استيفاني إنه أكيد لا وبعدها بتسمع لولي نفس صوت استيفاني وهو بيقول عكس إجابتها الأولينية وإنهم أكيد مرتبطين وبتبص لولي لستيفاني وهي مستغربة لإنها ما بتكونش حركة شفايفها وبتسألها لولي عن بولا وديجو وبتسمع صوت استيفاني تاني وهي بتقول لها نفسها إن لولي صعبانة عليها وبتقول إنها مش عايزة تجد بس مش رد قدر تواجهها بالحقيقة وما بتكونش استيفاني حركة بقاها خالص وبتفضل لولي تبص لشفايفها وهي مش بسدها اللي بيحصل فبتضحك استيفاني وبتسألها لو عايزة تبصها ولا حاجة وبتفهم لولي إنها بقت بتقدر تقرأ أفكار الناس وبتروح استيفاني عشان تنادي على بولا وبتقول لها إن لولي فائل وأول ما استيفاني بتقوم بتهرب لولي بسرعة وهي مصدومة من اللي بيحصل لها وبتقابل صحابها طول ما هي ماشية وبتفضل تسمع أفكارهم وبتهرب بسرعة من المستشفى كلها وبتركب الأوتوبيس وهناك كل ما تلمس حد بتسمع صوت أفكاره زي اللي بتبقى بتفكر في الأكل اللي هتطبخه واللي بتبقى وقفه ونفسها تقعد لكن محدش بيقوم وبتحس لولي إنها تتجنن وبتروح لجوليو صديقها واللي بيكون لعب كورتايرة وبتفضل مستنيها لحد ما يخلص تدريب وبيبقى جوليو لعب محترف جدا لكنه ما بيكونش أساسي في الفريق وبعد التمرين بينادي على المدرب وبيقوله إنه عايزه في الفريق بتاعه لكن جوليو بيقوله إنه ركبته مصابة وإنه ممكن ما قدرش يلعب فبيقوله الكابتن إنه هيقضع للفحص الطبي وبعدها هيقرر إذا كان هيدخل الفريق ولا لأ وبيروح جوليو لولي اللي بتكون مستنياه وبتقوله إنه كان حلمه يلعب في الفريق ودلوقتي الفرصة قدامه وهو مش عايزها فبيقولها جوليو إنه بس مصاب بس لولي بتسمع أفكاره وبتعرف إنه خاف من الجمهور والناس الكتير اللي هتشوفه فبيتعايت وبتقوله إنه بيجذب عليها وإنه ما بيتقلمش ولا حاجة وإنها حاسة بيه فبيحضونها جوليو وبيطبطب عليها وما بيكونش فهم حاجة وبيرجعوا مع بعض البيت وفي الطريق بيقولها جوليو إنه ما فيش حاجة اسمها قراءة الأفكار وإنها أكيد لسه ما فقيتش من الصدمة اللي حصلت لها وإنها محتاجة بس تستريح وبيدخلوا مع بعض للبيت وبتفضل والدة لولي التعتيبها إنها ما بتردش عليها وبتقولها إنها خافت يكون حصلها حاجة وبتسمع لولي صوت أفكار والدتها اللي بتقولي نفسها إنها السبب في كل الليولي بتعاني منه وإن برودها وأساوتها وعدمها اتمامها باللي حواليها دي أخطاقها هي مش أخطاق لولي فبتحاول لولي تخافف على والدتها وبترد على كلامها كله وبتعتذر لها وبتقولها إنها أحسن أم في الدنيا وبتدخل لولي تاخد دش وبيقعد جوليو مع والدة لولي واللي بتقوله يرجع يرتبط بلولي تاني فبيضحك جوليو وبيقولها إنهم كانوا أطفال لكن دلوقتي بنتها متسلطة وهو مش هيستحملها وبيضحكوا وبينادي جوليو على لولي وبيقولها إن والدتها عايزهم يرتبطوا من تاني وبيضحك فبتسألوا لولي عن اللي يضحك في الموضوع هل هو شايفها بردة وقسية ومعنداش مشاعر فبيخليها جوليو تهدى وبيقولها إنهم كبروا وكل واحد بعنده حياة مختلفة وبتسمع لولي أفكاره وهو بيقوله إنه أصلا مثل الجنس وإنه بيحب الولاد مش البنات وبتتصدم لوليو وبتقوله إنها عرفت السبب بس جوليو بيفضل ينكر وإقولها إنه مش مثلي فبتقوله لولي يحلف إنه مش مثلي كده وبيبقى جوليو شاكك إنها فعلا بتقرأ الأفكار فبيفضل يعدي في دماغه لحد خمسة عشان لولي ما تقراش أفكاره فبتسأله لولي لو ها بيعدي دلوقتي لحد خمسة فبيتصدم جوليو وبيسألها إزاي عرفت وبيتأكد فعلا من قدرتها على قرية أفكار الناس وبيترجعها إنها ما تقولش لحد إنه مثلي فبتقوله لولي إنه كمان يوعدها إنه مش هيقول لحد إنها بتقرأ الأفكار وبتدخل استفني عليهم واللي أول ما لولي وجوليو بيشوفوها بيعترف كل واحد فيهم عالتاني بكل سهولة وبتصدم استفني من اللي بيتقال وبيبقى صوتهم عالي فبيقراروا إنهم يخرجوا يتمشوا برا البيت ويتكلموا براحتهم وبتبقى لولي متضايقة جدا وبتقول إنها نفسها تبطل تقرأ أفكار الناس فبتقولها استفني إنها المفروض تستغل الموهبة بتاعتها وتعرف إذا كان ديجو فعلا بيحبها ولا لا وهل بولا معجبة فعلا بديجو ولا لا فبتقرر لولي إنها تتأكد فعلا بنفسها وفي تانيون في المستشفى بتلاقي ديجو بيتكلم معيها وقبل ما تعتذر له عن الحادثة اللي حصلت له بتلاقيه بيتعامل معها عادي وكأنهم مش منفصلين وبتفتكر وسامحها وقرر إنه يرجع لها وبيقولها إنه بيحبها وبتحاول لولي تقرأ أفكاره لكنها ما بتسمعش أي حاجة فهجأة بتنادي عليها بولا وبتقعد معها لوحدها فبتقرر لولي تستغل الموقف وتلمس إيدها عشان تعرف اللي بتفكر فيه وبتفضل بولا تقول إنها قلقان على ديجو لإنها عرفة من هو صغير وده لإنها كانت مساعدة والده اللي بيشتغل الجراح برضه فبتقرأ لولي أفكارها وبتعرف إنها بتعتبر ديجو زي ابنها وإنه صعبان عليها بسبب والده اللي بيكون شخص صعب جدا وبتقول كمان إنه ما خدش أي نوع من الحب أو الدعم في طفولته بسبب والده القاسي وبتفرح لولي جدا بكلامها وبتتأكد إنها بس بتعتبره زي ابنها وفجأة بتقولها بولا إن ديجو فقدت زي كرة بشكل مؤقت فبتتصدم لولي وبتفهم إنه فكر إنهم لسه مرتبطين فبتسألها لولي عن آخر حاجة فاكرها فبتقول لها بولا إنه مش فكر الأحداث اللي حصلت في آخر كمي يوم لكنها مش عارفة لحد ديمتها بالزرق وبتدق لولي وما بتكونش عارفة إزاي تصرحه بالحقيقة وبتتكلم مع صاحبتها ستيفني فبتقول لها إنها ما تقولش حاجة وتقيش اللحظة معاه وبتطلب منها تقرأ أفكار زي ما لهم ريكارديو واللي بتكون ستيفني معجبة بيه فبترفض لولي وبتقول لها إنها مش عايزة تتطفل على أفكار الناس وإن كل واحد من حقه يحتفظ بأفكاره لنفسه وبعدها بيروحوا مع دكتورة بولا للعيادة الخارجية واللي فيها بيكشفوا على مرضى غير اللي في المستشفى وبتقدر لولي تعرف تشخيص كل الحالات وبتبقى بولا وكل أصحاب لولي منبهرين بعبقرياتها وبيسألها ديجو إزاي قدر تشخص المرضى بالسرعة دي فبتقول لولي إنها عندها الحاسة السادسة هي بتضحك وبتبقى ستيفني طول الوقت بتلمس إيد لولي لو عايزة تقول لها حاجة ومش عايزة حد يسمعها وبتبقى لولي بقى خلاص مش قادر تستحمل إراية أفكار الناس أكتر من كده وبتنهر عصبياً فبتاخدها ستيفني عند عرفة صاحبتها وبيوصلهم جوليو بالعراوية بتاعت وبتمسك العرفة إيد لولي وبتسألها عن مشكلتها فبتقول لها لولي إنها بتقرأ أفكار الناس وبتفتكرها العرفة مجنونة وبتبقى بتقول كده في بالها فبتسمع لولي أفكارها وبتقول لها إنها مش مجنونة وبتفضل ترد على كل أفكارها وبتتجنن العرفة وما بتكونش بصدقة وبتعرف لولي إن الستة دي نصابة وبتسيبها وبتمشي وبتفضل العرفة تترجها إنها تشتغل معاها وإنهم هيبقوا أغلى ناس في العالم فبتسيبها لولي وهي متعصابة وبتقول لي ستيفني ما تقترحش عليها حاجة تاني وبتقول إن الوحيد اللي عايزة تقرأ أفكاره هو ديجو لكن الوحيد اللي مش عارفة تقرأه ستيفني توعد مع ريكارديو اللي بتكون معجبة بيه وبيتعرف جوليو عليه وفي مطعم البار بتقترح لولي على ديجو النوم يكله وإنها مش هتجيب أي حاجة فيها يا جنباري وفجأة بتيجي لديجو أفكار مشوهة عن اليوم اللي راح في المستشفى بسبب الحساسية لكنها ما بيكونش واضحة وما بيقدرش يفتكر حاجة وبيقولوا لولي تيجي معاها لأنه عملها مفاجأة وبيأخدها لبيته وبيطبخ لها أكل بنفسه وبيقولها أن والده مسافر لبدة أسبوع فبيقرروا يباتوا مع بعض والصبح بيرجع والد ديجو من السفر وبيشوفهم مع بعض وبيتعامل مع لولي بوقاحة وما بيهتمش بوجودها وبيقفوا قط النوم بتاعتهم وبيسأل ديجو على حاجة وبيخرجوا كلهم عشان يفتروا مع بعض وبتبقى لولي معجبة جدا بوالد ديجو اللي بيكون مشهور جدا وشاطر وبتقوله أنها هتبقى جراحة زيه وبتسلم عليه لكنها بتسمع أفكاره اللي بيقول فيها أنها عمرها ما هتبقى جراحة فبتقوله لولي أنها عارفة دكتور بولا وبتقوله أنها دكتورة شاطرة جدا لأنها كانت بتشتغل معاه فبيتطرق والد ديجو بيقولها شاطرة لدرجة أنها لسه بتشتغل في مستشفى عام فبتقوله لولي أن الفقرة محتاجين جراحين شاطرين زيه وزي بولا وأن الدكتور الشاطر مش حكر على الأغنية بس فبيقول لها والد ديجو أن اللي بولا بتعمله ده تضيعي لوقتها وده بيخلي ديجو يتخني معاه وبيقوله أنه عنصري ومش همغر الفلوس وأنه لو فكر أنه هيشتغل معاه في المستشفى بتاعته فهو غلطان لأنه من حقه يختار المكان اللي هيشتغل فيه بنفسه فبيقوله والده أنه كل اللي زيه ويحلموا أنه يكون والدهم وأنه معرفش إمته وبيسيبه وبيمشي وبتحاول لولي تهدي ديجو وبتفهم اللي بيتعرض له كل يوم من والده وبتندم أنها ما كانتش بتسمعه وبيروحوا مع بعض المستشفى وهناك بتلاقي لولي جوليو وهو بيعمل فحص على ركبيته وده لأن ريكارديو قدر يقنع أنه ما يخافش من أي حاجة وأنه يلعب المطش من غير قلق وبيعمل جوليو الفحص عشان يسلمه لإقدارة الفريق ويعرفه أنه سليم وفجأة بينادد يجو على لولي وبيقولها أنه أسكر مريض جدا وبتروح له لولي قط وبيقولها أنه نفسه يشوف ابنه وله مرة واحدة بس وبيبقى ممتنع عن الأدوية بتاعته ومش راضي كمان يعمل العملية فبيقرر ديجو أن يروح لابنه وبياخدولي معاه وهناك بيحاولوا يقنع ابنه يزور والده المرة واحدة بس قبل ما يموت فبيقولهم أنه ما يعرفوش وكان بيعمل إيه فيه وأنه عمره ما حضر معه أي حفلات تخرج أو اجتماعات أولئي أمور وأنه كان بيسيبه مستنيه بالساعات قدام المدرسة لوحده لأنه بيبقى سكران ومش فاكر ابنه بس ديجو بيقوله أنه هو كمان حاسس كل اللي بيقوله لأن والده هو كمان ما كانش مهتم بيه لكن الفرق أنه أسكر والده عنده عزر وهو أنه مضمن على الكحول لكن والده طبيب ومعندوش أي أعذار غير أنه فعلا مش مهتم بيه وبيكمل ديجو وبيقول أنه على الرغم من كل اللي والده عمله فيه لأنه لسه والده وأنه يفضل بيصدق أنه بيحبه من قلبه وبيقتنع ابن أسكر وبيروح معه من المستشفى وبيحقق ومنية والده وبيقناه ويعمل العملية وبترجع لولي البيت وهناك بتقرر أنها تعترف لوالدتها أنها بتقرأ الأفكار بس والدتها طبعا ما بتكونش بصدقها وبتختبرها وبتفضل لولي ترد على كل فكرة والدتها بتفكر فيها فبتنبهر والدتها بها جدا وبتعرف لولي أن والدتها معجبة بإلوئيس جارون وبيتحكوا سوا وبعدها بيجي صحاب لولي عشان يروحوا الماتش بتاع جوليو وبيفضلوا يشجعوا بكل حماس وهم مبسوطين وبيلعب جوليو كويس جدا وهو حاسس بدعم صحابه من حواليه وبيكسب الفريل ماتش بفضل جوليو اللي قدر يكتسب ثقته في نفسه ويلعب باحترافية قدام الجمهور وفي تاني يوم بتنجح عملية أوسكر وبيشوفوا ديجو ولولي وابنه معاه وبيكونوا مبسوطين أنهم قدروا يصلحوا العلاقة بينهم قول لولي لديجو أنه هيبقى دكتور شاطر وفجأة بيتعب ديجو جدا وبيقولها أنه حاسس أنه عنده ديج تنفس وفجأة بيفتكر كل اللي حصل زي اليوم اللي انفصل فيه عن لولي وأنها السبب في دخول المستشفى وبيفتكر اليوم اللي اتعرض فيه لصدمة الموجات المغناطسية في قوت الرنين وبيتصدم في لولي وبيقولها أنه كل ده كانت بتكذب عليه وبيغم عليه وبتتخضوا لولي جدا وبتنادي على الدكاترة وبتيجي باولة وباقي الدكاترة عشان يكشفوا عليه ويعرفوا سبب الإغماء وفجأة بتفكر لولي أن ديجو قال لها أنه عنده ديق تنفس فبتفهم أنه عنده مشكلة في الرئة وبتقول لباولة أنه محتاج يعمل عملية لأنه عنده انسداد في الرئة وبتكشف باولة عليه وبتعرف أنه فعلا عنده جلطة في الرئة وبيعمله العملية وبيقدر ينقذه فضل لولي وبيفوق ديجو من العملية وبيلاقي لولي وباولة والده جنبه واللي بيكون قلقان عليه جدا وبيفرح ديجو اللي بيحس الأول مرة أنه والده بيحبه فعلا وبتشكر بولا لولي لأنها السبب في إنقاذ ديجو فبتقول لها لولي إنها معملتش حاجة وإن هي اللي أحسن جراحة في العالم وبيشكر والد ديجو بولا على الرغم إنه كان بيشكل في قدراتها إلا إنها هي اللي أنقذت حياة ابنه الوحيد وبتخرج بولا مع والد ديجو وبيسأل ديجو لولي عنه المساعدة اللي قدمتها له فبتقول لولي إنها سمعت له زي ما كان دايما بيقول لها وبعد فترة بيتخرج ديجو لولي من الكلية وبتقول لولي إنها هي بقى أشتر جراحة في العالم لأنها قررت ما تبقاش جراحة وبتحكي لولي إنها عرفت هي عايزة إيه بالزبط واكتشفت إن كل اللي فات أعلمها يعنيه تسمع للناس كويس وتفهم مشاكلهم وبتقرر إنها تتخصص في طب الأسرة وبتكمل حياتها مع ديجو في سعيدة الفيديو ده كتبته مريم إبراهيم وسجله محمد طاهر ده اللي هو أنا يعني ومنتجه محمود طاهر وما تنسوش تعملوا فولو صفحة فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدرامية وفولو صفحة محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميدية وفولو صفحة هكونا مطاطة عشان تتابعوا ملخصات الأنيمي والكارتون سلام